سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى يقول راجي رحمة الغفوري دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والطفول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن للتنوين أربع أحكام فخذ تبئيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إذ غام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغن كدنيا ثم صموان تلا والثاني إذ غام بغير غنة في اللام ورا ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء من منبغ نتم مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضلي من الحروف واجب للفاضلي في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاثنا كم جاد شخص قد سما دن طيبا زد فيه تقنطع الظالمة أحكام الميم والنون المشددتين وغن ميما ثم نونا شددى وسم كل حرف غنة بدا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاب لا ألف اللينة لذي الحجاب أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء والثاني إدغام بمثلها أدا وسمه إدغاما صغيرا يافتا والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لذا واو وفاء تختفي لقربها والابتحاد فعرفي حكم لا مئل ولا من فعل للا مئل حالان قبل الأحرفي أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من إدغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في أربعي وعشرة أي ضورا ذهافعي طب ثم صل رحمن تفض ضفانعا دعثو أظن منزر شريفا للكرم واللامل لا سمها قمرية واللامل أخرى سمها شمسية وأظهرن لا مفعل مدلقا في نحو طلنعم وطلنا والتقا في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيه ما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إنسكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهما هو بيمثل أقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبك همز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها في لفظ واي وهي في نوحيها والكثر قبل اليا وقبل الواوط شرط وفتح قبل ألف يلتذم واللين منها اليا وواو ثبكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا أحكام المد للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجاء ذمت وقصر إنفصيل كل بكلمة وهذا المنفصيل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدلك آمنوا وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلى وصلوا وقفا بعد مد طولى أقسام المد لازم أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون ندت مع مع حرف مد فهو كلمي وطع أو في ثلاثي الحروف وجبا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان حصر مجمعها حروف كم عسل نقص وعينه وجهين وطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مد طبيعي ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد حصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر وتم ذنب بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبيات ذو ند بدى لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي ترجمة نانسي قنقر